هي هترجع لأحمد ولا مش هترجع لأحمد والله يوما ما حتى لو شو ما صار يوما ما يعني العلم عن ضلاء أنا مش محضرة بس إحساسي بيقول كلمة واحدة أنه الحب هيرجع يدق بابا بس قريبا يعني أخيرا ياسمين عبدالعزيز تكشف أحمد العودي بعد زواجه من الممثلة زينة أول تعليم من أحمد عزة على زواج الفنانة زينة من الفنانة أحمد العودي السلام عليكم لطفا قبل أن ندأ لا تنسوا أن تعطروا فماكم بالصلاة على النهاية ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس مساكم بالخير عندنا ساحب عالمية جوال 14 برو ماكس وساحب عالمية ألف جنيه مصري كل الشروط تتفرج على 30 فيديو سابقين على قناة كورا شراب وتكتب تنفي التعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة أخيرا ياسمين عبدالعزيز تكشف أحمد العودي بعد زواجه من الممثلة زينة كشف الفنان أحمد العودي عن تطورات حالاته الصحية خلال تصرحات تلفزيونية مؤكدا أن شعر بتعب شديد مصحوبا بارتفاع في درجة الحرارة مما استدعى لنقله لأحد المستشفيات وعن زيارة الفنان ياسمين عبدالعزيز لاورق بالانفصال أهل أحمد العودي ياسمين عبدالعزيز بنت أصول وذلك مشدين لها من البداية وبالتالي ليس غريبا عليها وقفتها بجواري في المستشفى بمجرد هلمها بخبر مرضي واستكمل ياسمين حرست على زيارة منذ اليوم الأول ولم تكتفي بذلك ولكن كل يوم كانت معي بصفة مستمرة أول تعليم من أحمد عزيز على زواج الفنان زينة من الفنان أحمد العودي غادر الفنان أحمد العودي المستشفى بعد شفاهه من أزماته الصحية التي لحقت به مؤخرا وقرر استكمال علاجه في منزله بعد ما سمح له الفريق التب المعالج له بالمغادرة من جانبي أكر الكاتب الصحة في ثالث فرق في تصريحات لبرنامج حكايات الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر قناة صدى البلد إن الحالات الصحية لأحمد العودي شهادت تحسنا كبيرا ومن المقرر مغررات المستشفى أمس الخميس بعد الاطمانان على حالاته الصحية بشكل كامل وكاشف كواليز زيارة النجمة ياسمين عبدالعزيز للعودي داخل المستشفى قائلا ياسمين عبدالعزيز أرسلت رسالة نصية للعودي على هاتفه للتأكل من صحة أنباء تعرض الوحكة الصحية وحينما رد عليها مؤكدا ذلك بأنه يعاني من أزم صحية قام بزيارته في نفس يوم دخوله للمستشفى وميعكس معدنها الأصيل واحترامها للعشرة التي تمتدل بينهم لأعوام طويلة من الخيانة للمرض هكذا صنت ياسمين عبدالعزيز الود بعد التلق من أحمد العودي تصدر السنية النجمة أحمد العودي والنجمة ياسمين عبدالعزيز قوائم ترند مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل على مدار الأسبوع الماضي وذلك منذ إعلان تلقاهم رسميا وحتى معاناة العودي في أزمات الصحية وحجزي في المستشفى وعن موقف زوجاته السابقة قال أنا وياسمين عبدالعزيز حالة خاصة جدا وقصة كبيرة جدا والعالم العربي كل مهتم بينا وكان معانا قلبا وقالبا والانفصال تم بطريقة شيقتاليق بينا والحب الناس لنا وأضاف ياسمين عبدالعزيز أول ما سمعت أن دخلت المستشفى وجال التعافي الشعب الهوائية رغم أننا متطلقين بعتت لي وقالت لي كلام كتير جدا وقالت لي أنت كويس أول لا وهي أول وحدة قلت لها أن تعبت وهاروح المستشفى روحة المستشفى لقيت ياسمين هناك أحمد العودي يكشف سبب وعكاته الصحية كشف الفنان أحمد العودي تفاصيل وعكاته الصحية التي تعرض لها في الأولى الأخيرة قائلا شعرته بارتفاع كبير في درجة الحرارة وذهبت للطبيب وقال لي لازم أتحجز أربع أيام في المستشفى عشان إهماله في صحتي وأضاف خلال مدخلة هاتفية لبرنامج جاحتس في مصر الذي يقدمه لإعلامي شريف عامر على قناة مبسي مصر مساء الأربعاء أنا هو ياسمين عبدالعزيز حالة خاصة جدا وقصة كبيرة جدا والعالم العربي كله مهتم بينا وتابع أعلن النجمين أحمد العودي ياسمين عبدالعزيز عن طلقهما يوم أمس الثلاثاء وذلك عبر منشورين على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر حسابهما على انستجرام أعلنت الممثلة المصرية ياسمين عبدالعزيز عن طلقه من الممثل أحمد العودي وكتبت ياسمين عبدالعزيز عبدالسابه على فيسبوك تم اطلاق الرسم بينه وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير بدوره أعلن أحمد العودي في منشور على صفحاته على فيسبوك عن الطلق قائلا تم الطلق الرسمي بينه وبين ياسمين وسيظل بنا كل الاحترام والتقدير والحب والمؤدة وتدول عددا كبيرا من جمهور النجمين خبر انفصال الزوجين معبرين عن اندهاشهم من طلق التناء الفني خصوصا مع عدم موجود أي بوادر سابقة للخلافات بينهم لكن الأمر الأكثر إثارة للجدل هي نبوة خبيدة الأبراج اللبنانية لالة عبداللطيس التي توقعت انفصال الصنائي في عام عام عشرين وعلى أحمد العودي على هذه التوقعات حينها بعبارة كذب المنجمون والصدق مشككا في هذه التنبؤات ورفضا لها تماما أول رد من ياسمين عبدالعزيز حول خيانة أحمد العودي لها نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز قبل طلقها بساعات على خاصية الاستوري بموقع الصور انستجرام أن المصرف في الحب دائما خسران حديث ياسمين عبدالعزيز عن الحب والطيبة وأعلنت عن منذ قليل ياسمين عبدالعزيز عن خبر انفصاله عن النجم عودي وعبر فيسبوك اللي يرد عليها الأخير بتأكيد خبر الطلاق المصرف في الحب والطيبة خسران وقالت ياسمين عبدالعزيز في ستوريا انستجرام امس في اخر كلمات من صورتها قبل الطلاق في يوم عيد ميلادها اكبر درس اتعلمته في حيات ان المسرب بالطيبة والحب دايما خسران طلع ياسمين عبدالعزيز و احمد العودي اعلن الفنان احمد العودي عن طلاقه من الفنان ياسمين عبدالعزيز بعد دقاق من اعلانها خبر طلاقهما عبر صفحات الرسمية بفيسبوك احمد العودي بيننا كل الاحترام والتقدير واضف احمد العودي عبر فيسبوك تم الطلاق الرسمي بينه وبين ياسمين وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير يذكر ان احمد العودي احتفل امس بعيد ميلاد الفنان ياسمين عبدالعزيز حيث وجه لهاد سالة عبر الفيسبوك وقائلا كل سنة وانت طيب يا حبيبتي والعمر كله في صحة وهنا وسعادة ونجاح شهد اول تعليم من احمد العودي بعد طلاقه الفنان ياسمين عبدالعزيز اهلا من نجمان احمد العودي وياسمين عبدالعزيز عن طلاقهما يوم امس الثلاثاء وذلك عبر منشورين على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر حسابهما على انستجرام اعلنت الممثلة المصرية ياسمين عبدالعزيز عن طلاقه من الممثل احمد العودي وكتبت ياسمين عبدالعزيز عبر حسابه على فيسبوك تم الطلاق الرسمي بينه وبين احمد وبيننا كل الاحترام والتقدير بدوره اعلن احمد العودي في منشوره على صفحته على فيسبوك عن الطلاق قائلا تم الطلاق الرسمي بينه وبين ياسمين وسيظل بنا كل الاحترام والتقدير والحب والمؤدة وتداول عددا كبيرا من جمهور النجمين خبر انفصال التوجين معبرين عن اندهاشهم من طلق الثناء الفني خصوصا مع عدم موجود أي بوادر سابقة للخلافات بينهم لكن الأمر الأكثر إصارة للجدل هي نبوءة خبيدة الأبراج الابنانية لالا عبداللطيف التي توقعت انفصال الثناء في عام عشرين وعشرين وعلى أحمد العوضي على هذه التوقعات حينها بعبارة كذب المنجمون وعلى صدقه مشككا في هذه التنبؤات ورفضا لها تماما أول تعليم من الدكتور أشرف زكي على صلح بين ياسمين عبدالعزيز وإحمد العوضي ونشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز قبل طلقها بساعات على خاصية الاستوري بمواقع الصور انستجرام أن المصرف في الحب دائما خسرها حديث ياسمين عبدالعزيز عن الحب والطيبة والآن عزيزة المشاهدين أعتقد أن نوصلنا لنهاية الحلقة ولكن قبل نوني حديثي سأترى عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة باراقكم في التعليقات ما هو سبب مرض الفنان أحمد العوضي لا تنسوا أن تشاركوا باراقكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسهل الفيديو من أجل دعمنا وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد بنقدمه أول بأول وقبل ما إنهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي ترجمة نانسي قنقر